انا الحقيقة مبسوط جدا وسعيد جدا لانه احنا كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين زي الفيديو اللي حواره لكم ده ده فرحة لعبة المنتخب من الكاميرون قلت اجيبها لحضراتكم زي ما حضراتكم شايفين يعني حاجة جميلة جدا وفرحة جميلة جدا وحاجة حلوة جدا وبصراحة هو ده اللي احنا عايزين نشوفه دايما ده من موقع العب كرة واخدينه علشان نوري لحضراتكم فرحة لعبة المنتخب اللعبة كلها فرحانة الناس كلها مبسوطة وبالمناسبة انا اتكلمت مع بعض المسؤولين في المنتخب كلهم سعداء وكلهم مبسوطين لان انا هقول لحضراتكم طبعا خبر كمان دلوقتي على فيما يخص محمد الشيناوي وفيما يخص حمد فتحي هقول لكم برضو اخبارهم ايه لانه الحقيقة تواصلتوا من حد من مصادرنا يعني وقال لي ايه اللي بيحصل هناك ولكن الفرحة اللي حضراتكم شايفينها وانبساط غير طبيعي ده مروان داود بالمناسبة اصغر لعب في المنتخب كلنا فرحانين كلنا مبسوطين كلنا سعداء الحقيقة بما يحدث لانه ده منتخب مصر هو ده المنتخب اللي احنا نقف في ظهره زي ما كنا وقفين خلال الفترة اللي فاتت احنا كنا وقفين مع المنتخب ايوا كنا وقفين مع المنتخب حتى لو بننتقد لانه انا يعني مش هقدر اقول لحضراتكم ايه لكن او اسماء معينة لكن في النهاية انا اتكلمت مع مسؤولين في التحاد كرة القدم وتكلمت مع مسؤولين في المنتخب المصري او مصادر هنا ومصادر هنا قالوا ان لا الاعلام المصري كان لازم الاعلام الرياضي المصري كان لازم يعمل كده علشان اللعيبة تحس وتفوق كده وده اللي حصل الحقيقة وده اللي شفناه النهاردة انا بقى احيي الجميع بقى احيي كل واحد خلاص الاعلام الرياضي انتهينا منه ولكن انا بقى احيي كل واحد كتب كلمة كويسة او انتقد نقد بناء عن منتخبنا الوطني مش تريقة كلمنا هنا في هذا البرنامج عن ان التريقة دي الحقيقة شيء معروف هو بتعمل من اتنين تلاتة كده معروفين الحقيقة هم شغلتهم ان هم يطلعوا يتكلموا كده ده مش بتاعنا وده مش اسلوبنا وده مش طريقتنا ولكن طريقتنا احنا ننتقد ننتقد اللي بيحصل وننتقد ونقول ان بيحصل واحد اتنين تلاتة عشان نشوف اداء زي اللي احنا شفناه النهاردة وكل الشعب المصري تبسط كل الشعب المصري تبسط وكل الناس تبسط